بسم الله الرحمن الرحيم أحد أنواع السيطرة الأوتوماتيكية في منظومات التبريب للتكييف أو في منظومات الحلاريات بشكل عام أو المنظومات الميكانيكية بشكل عام محاضرتنا هذا اليوم بشكل أساسي محاضرتنا بهذا اليوم بشكل أساسي حتكون منظومات السيطرة النيوماتيكية أي منظومات السيطرة التي تعتمد على ضغط الهواء وضغط الهواء في هذه المنظومات مثل ما تشوفوه قدامكم بالسلايد هو عبارة عن 15 إلى 20 باوند بير سكوير إنش أو 0.2 إلى 1 بار بالنظام الأسائي ضغط الهواء يستخدم لتحريك أو لعمل الأجزاء الأساسية اللي درسناها إحنا بمنظومات السيطرة الأوتوماتيكية اللي هي سنسرس كونترولرس كونترول ديفايس وريليس وإلى آخرين هذا النظام يمتاز بمجموعة من الأدفانتيج وهذه الأدفانتيج اللي موجودة قدامنا حنشوفها هلانا مجموعة من الأدفانتيج وحسب النقاط المؤشرة أمامكم وحسب النقاط المؤشرة أمامكم رح تشوفوها هذه النقاط اللي رح تشوفوها أمامكم هي الواحد الأجهزة بشكل عام أو أجهزة النوماتيك كونترول بشكل عام هي بروبورشنال أكتنج أي تناسبية وكان بي وتتغير بشكل أو بآخر مع كثير من الفاريابلس على مدار الرينج اللي ديصر بي كونترول إضافة إلى ذلك ممكن الحصول على ممكن الحصول على ممكن الحصول على توبوزشن كونترول إن ما يكون مطلوب إضافة إلى ذلك إضافة إلى ذلك ممكن أن يتم ربطها مع أنواع أخرى من الكنترول قد يكون إلكترونيك أو إلكتريك إلى آخره أو هوائي بشكل أو بآخر فهذه هي النقطة رقم واحد النقطة رقم اثنين مثل ما نشوفها هنا هذا النظام بسيط بالتركيب يعني يستخدم أنابيب والنابيب داخلها هواء والهواء متوفر بشكل أو بآخر إضافة إلى ذلك لوكوست بالماتيريال لوكوست بالماتيريال يعني هنا الماتيريال مالتا رخيصة مقارنة بالأنظمة الأخرى وعملية الانستوليشن الربط مالتا إضافة إلى ذلك المنتيننس أيضا رح تكون رخيصة نقطة الأخرى والمهمة جدا أيضا هنانا عدنا هذه الكوبنت أو هذا النظام هذا النظام ملائم في حالة وجود خطر للانفجار أو الاشتعال للمنظمة هوائية والهواء ممكن أن يكون عدنا ما يكون مثل ما يكون اكسبلوسف أو مادة منفجرة إلى آخره إحنا إيه هنا وراء هذا الجزء اللي رح يكون عدنا إيه هنا هنا عدنا مجموعة مجموعة تعريف أو أجزاء أساسية رح نشوفها على الأشكال بس خلينا نتم هذه إحنا هذا الهواء اللي رح نستخدمه يتطلب عملية فلتريشن أي يتطلب عملية تنقية وتنقية من الشوائب اللي موجودة بيه اللي أنت رح تسحبها من الخارج يتطلب كومبريسر حتى يضغط إلى الضغط اللي أنت تريده ودائماً من ينضغط الهواء رح تكون ترتفع درجة حرارته فيتأمل يتطلب عملية air cooling تبريد هذا الهواء اللي ينضغط يتطلب دراير مجفف حتى نتخلص من الرطوبة أو المويتشورس اللي رح يكون موجودة بيه إضافة إلى ذلك كومبريسر يحتاج إلى موتور كهربائي حتى يدوره وهذا الهواء يحتاج إلى receiver tank لازم يكونوا قاعدنا خزان حتى نخزن هذا الهواء اللي رح نستخدمه في عملية السيطرة إضافة إلى ذلك إضافة إلى ذلك هناك صمامات للسيطرة أو لعملية تنظيم الضغوط اللي إحنا دريتها بالمين لاين والبرانتس لاين يتطلب actuators والاكتشويترس اللي هو يحرك يحرك الصمام الأساسي بعملية السيطرة أو البوابات اللي هي تتحرك أو تسيطر على الهواء إضافة إلى ذلك إضافة إلى ذلك نحتاج إلى surface unit تسمى surface unit أو ما تسمى بعض الأجزاء الأخرى الإضافية عملية separator لأن في بعض الأحيان نستخدم مياه زيت حتى لا يكون أكون سينادات وتعرفوا بالباب اللي موجود نحتاج إلى flatters إضافية قد يكون نحتاج إلى pressure regulators ونحتاج إلى إضافة زيت لعملية lubricating هذه الأجزاء كلها رح تظهر عندي على هذا الشكل اللي أمانكم رح تظهر عندنا على هذا الشكل اللي أمانكم بالصورة هذا الشكل اللي أمانكم بالصورة أو قد تظهر عندنا بالشكل الثاني هذا الشكل من الأشكال اللي هي موجودة بي نلاحظ هنا هذا التانك نلاحظ هذا الموتور اللي رح يكون عندنا إيه هنا نلاحظ أكو pressure switch يعني هذا حتى يقطعنا التيار الكهربائي من الموتور عندما يرتفع الضغط نلاحظ إيه هنا أكو عندنا الـ dryers وأكو بالأخير أكو بداخل هنا drains حتى يفرغ الماء أو الرطوبة اللي موجودة داخل الهواء هنا هذي مقاييس ضغط مختلفة إضافة إلى ذلك رح تلاحظ إيه هنا اللي عندك هنا هذه مجموعة فلاتر حتى تنقيه وهنا مهم جدا أن ينقى من الشوائب وأن يكون dryers لأن أنت الأنابيب اللي راح تكون عندك دقيقة جدا دقيقة جدا وأي وجود للشوائب راح تعرق العملية أو تدفق الهواء داخل هذه الأنابيب وبالنتيجة تدمر لك المنظومة اللي إتدى تريتا أكو regulator pressures أكو قسم منعتها على main line وأكو قسم منعتها على branch line إحنا هنا بما أنه هذه المنظومة في أغلب الأحيان تستخدم لأكثر من منظومة فهنا لك ضغوط عالي ده يمر ضمن المail line اللي هو هذا قدامكم ما ستتشوفه وأكو ضغوط واطئ حسب احتياج كل منظومة والضغوط معلتها هذا الشكل اللي قدامنا ممكن أن نجعله بالشكل الثاني اللي هو قدامنا هنا ممكن أن نشوفه بالشكل الثاني بشكل واضح أكثر اللي هي الكوبمنت مالتنا بشكل واضح هذه الأشياء اللي قدامنا بشكل واضح راتكون عندنا هنا هي عبارة عن هذا هو الكمبريسور هذا هو الكمبريسور اللي قدامي اللي تشوفه انت هذا هو الair intake 2 اللي طلب فلتر حتى يكون تنقية الهواء الخارج اللي موجود قد يكون انت محتاج إلى كولر حتى تبرد للهواء قد يكون عندك هنا محتاج كولر تبرد الهواء وبعد الكولر قد يكون اكو سيبريتر هذا اللي موجود عندنا هنا حتى نعزل الاويل أو بعض الأمور الأخرى اللي تكون مختلطة وهي الهواء ضمن الدورة حتى ما نخلي السيبريتر ما نخلي الاويل هذا اللي رح نسوي له يرجع إلى الخزان هذا جزء هو عبارة عن الخزان هذا هو الخزان اللي موجود به بالخزان مرتبط pressure switch اللي هو من يوصل الضغط إلى حد معين مقرر ينطينا control على الكمبرسور ويوقف الكمبرسور أو يقلل سرعة مال الكمبرسور اي هنا رح يكون اكو عندنا الهواء اللي يطلع من الخزان قد يكون اكو secondary treatment قدتلكم قد نكون نضيف lubrication قد نضيف separation قد نضيف باب من الأبواب هذا الجزء رح يروح المن رح يروح إلى الاكتشويتر والاكتشويتر رح ينقل هذا الضغط إلى control valve وحركة هذا الصمام قد تكون حركة هذا الصمام قد تكون حركة دائرية أو قد تكون حركة مستقيمة الستيجز تبين عندي بهذا الشكل هذا الair in inlet filtration compressor أوضيح هذه فأقعدنا primary air treatment اللي هي عملية تنظيف تبريد إلى آخره يخزن الهواء داخل التانك هنا clean dry ممكن استفادة من عندها مشكلة هذا وأقعدنا هنا السكندري اللي رح نروح بعدين ديروح من عندنا هنا إلى surface اللي هو ديريد أو إلى المنطقة اللي ممكن أن نستفاد من حتى طيب من ألاحظ هنا من ألاحظ هنا رح يكون أكون عندي من ألاحظ اي هنا يعني عبرت هذا ما ممكن أن أرجع اللي ورى بها ممكن أن أرجع اللي ورى به الماضي stop sharing فرح نروح هنا نرجع لل الجزء الثاني ما لاتنا خلي شوف اي هنا ممكن أن يكون عندي هذا هو الجزء اللي موجود عندنا اي هنا هذا اللي كان عندنا آخر شي فقلنا بعد هذا مباشرة رح تجي عندنا الجزء الثاني أو السلايد اللي رح يجي ورى هذا هو عبارة عن التريتم اللي ممكن أن نتم على الهواء بشكل أو بآخر وبعد التريتم اللي رح تتم عن الهواء اي هنا رح تجي هنا أكو تعريفين أو ثلاثة تعريف أساسية ممكن أن نستفاد ملعتها ونعرفها ما هذه التعريف اللي هي دائما من سجمة مع المهار قبل هذا التعريف أنا رح تلي هنا رجعت مرة ثانية رح يكون أكو عندي أيضا واحد من هذه التعريف أو هذه التعريف اللي موجود عندنا اللي هو Direct Acting Controller أكو عندنا هذه دائما هنا وبالمنظومات وبالرسومات تلقي هذا ال DA يعني Direct Acting Controller شو معنى Direct Acting Controller هذا ال Controller Output أو Signal تتناسب تناسب طردي ويا ال Response مع السنسر بعبارة أخرى يعني أنا هس رح أشوف لكم هس من تقدم اليقدم أقول لكم شون Direct شون Direct يعني هنا إذا التحسس كان كان رينج مال تواسع أو كبير أو عالي بالنتيجة الـ Output رح يكون عالي بالنتيجة رح يكون الـ Output عالي أو بالعكس اللي هي Reverse Acting يعني إذا كان التحسس عالي الاستجابة رح تكون قليلة فهنا هذا سسمها Direct و Reverse Acting Controller أكو تعريف آخر مهم جدا بهذه المنظومة ورح نشوف الأجزاء ماته شون رهمتها اللي هو Restrictor و Restrictor هو عبارة عن Orifice عبارة عن Orifice أو Small Orifice موجودة داخل الأنابيب حتى نحصل على ضغط محدد ممكن الاستفادة من عنده ضمن المنظومات السيطرة الهوائية هذا الـ Hall أو Restrictor أو الـ Diameter مع هذه الأوريفس في بعض الأحيان يصل إلى 3 بالألف من الإنج 3 بالألف من الإنج اللي ممكن أن نشوفها ومثل ماذا نشوفها أمامنا بشكل أو باخ طيب نجي اللي هنانا ناخذ أجزاء أساسية نجي هنانا ناخذ أجزاء أساسية هذه الأجزاء الأساسية اللي قدامنا يعد أرجوكم أن تنتبهون ويايا إيهنانا بشكل دقيق إيهنانا بشكل دقيق اللي عندنا إحنا هذا التركيب وتركيبات أخرى تكون أجزاء أساسية أو باسيك مثل ما دي نشوف هنا كاتبة هنا إذن أجزاء ميكانيزم إذن أكو عندنا خطوط رئيسية وأكو خطوط فرعية الخطوط الفرعية تخدم كل جزء من الأجزاء اللي ممكن أو مطلوب السيطرة بيه فإذن أنا من أباوع هنا هذا الجزء اللي نسميه نوزل فليبر رستريكتر نوزل فليبر رستريكتر نوزل فليبر رستريكتر اللي قدامك أنت هسأ إيهنانا تلاحظ التالي بس لاحظ ويايا حتى نشوف شون هل الأشياء اللي عندنا تلاحظ ما يلي رح تلاحظ ما يلي إيهنانا لاحظ إيهنانا حتى نشيل هاي شوية اللي غادي أوكي لاحظ إيهنانا إحنا شعدنا هنانا عدنا هواء دايجي من السابلاي هذا الهواء اللي دايجينا من الخزان بي من الخزان ضمن المين بايب بالضمن المين بايبس لما نيجي اللي يجاي رح نخلي له أورفز ضمن الرينج حتى نقلل الضغوط من ضغط الخزان إلى الضغط اللي إحنا دايجينا ضمن هالمنطقة اللي رح نسيطر عليها طيب هذا الهواء هذا الهواء اللي رح يجي من رح يمر بلاين رح يمر بهذا اللاين تشوف الولاء ورح يمر بهذا اللاين هذا اللاين اللي هنانا هو رايح للأجهزة مالتي لأجهزة السيطرة هذي رايح هنانا للأجهزة السيطرة أو نسمي الاؤتبوت لاين أو البرانش لاين رايح المر رايح للконترول رايح للконترول ديفايز رايح لأجهزة السيطرة مالتنا كيف يتم السيطرة على هذا الجزء مثل ما تعرفون هنا الهواء توزع إلى قسمين أنا لما أقفل هذا الجزء لما أقفل هذا الجزء رح يزداد الضغوط هنا ولما أفتح هذا الجزء رح يقل الضغوط عندي من يفتح ويقفل هذا الجزء من اللي مسيطر على عملية الفتح والغلق لهذا الجزء لاحظوا إياه أنا عندي عندي تركيبة هاي التركيبة صايرة من مجموعة أجزاء أول مرة أكون عندي تثبيتي هنا لهذا الفليبر بواسطة البيفوت متحرك حتى يتحرك يمنويس وأكون سبرين لازمة هنا أوكي بالبال فإذن هذا لما يتحرك إلى اليسار رح يغلق النوزل وهذا لما يتحرك إلى اليمين رح يفتح النوزل وهذه الحركة لليسار واليمين مرتبطة بمن بالسنسر اللي هو قد يكون بيمتال فإذا هذه العملية هي عملية السيطرة على الهواء بهذا البرانج من خلال حركة السنسر هذه فإذا كان بهذا الاتجاه رح يفتح الفليبر رح يقل الضوط هنا ولما يكون بهذا الاتجاه رح يسد الاتجاه رح يستاد الضغط اللي موجود عندك هنا واضح فإذا هذه النقطة اللي ممكن إحنا أن نقول عليها ونمشي بها بالاتجاه اللي نحن نشوف هنا خلينا نستمر خلينا نستمر هنا فإذا خلينا نستمر هنا فعمليا عمليا صار عندي هذا الجزء عمليا صار عندي هذا الجزء خلينا جاي نشوف هذا الجزء اللي كان عندي اللي هو الفليبر خلينا نفحص كلام ما تنو ونواصل بعد هذا الجزء خلينا نشوف هذا الجزء دي وين وصلنا نكمله حتى لا يكون أكو عندنا فيديو كبير